السلام عليكم كيف انتوما لبس عليكم بخير نتمنى يا ربيكم كيلقاكم هالفيديو انتوما كاملين بخير وعلى خير ان شاء الله نصلي وعلن بيك في ملعدة عن بدول فيديو دليوم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آل وأصحابي أجمعين الاقتراح دياليوم ان شاء الله غديكون عبارة عن بغرير ناجح مليون في المئة غدي نتقسم معكم واحد الخطوة كيف ما قلت لكم في العنوان اللي هي جد جد مهمة النجاح هاد البغرير هادا مع كذلك نصائح اللي هي جد مهمة لنجاحه فادا بمنزدش نطول عليكم كتر ندوز نشوفوا المقادير وطريقة التحضير وكيف ما العادة فرجة منطعة بسم الله على بركة الله غدي نحتاج في المقادير عندي هنا يجيش ديال كيسان ديال السميدة هذه السميدة اللي كان حضروا بها الحرشاء أو اللابس بوسا أنا كنسميها السميدة المتوسطة كمزار ديالاخوات كي سميها السميدة الرقيقة هذه بما تسمى دقيق القمح الصلب المتوسط هنا هي عندي كائس ديال الدقيق بالنسبة لسميدة أنا استعملت 240 جرام ديال السميدة وبالنسبة للمطحين عملت 100 جرام ديال الطحين كذلك ملعقة متوسطة من سكر الخشين والملح اللي كيبقى على حسب الضوغ هنا عندي ملعقة كبيرة من خميرة ديال الخبز أي الخميرة الفورية ونستعمل نصف كيس الخميرة الحلويات لان الكيس المتوفر علي انا في 15 جرام وانا فقط نعمل 8 جرام فنحيض هذه المكونات جانبا ونخلط الاناء اللي نخلط فيه البغرير او للعجينة البغرير نعمل النواشف لهم الكيسان سميدة او بما تسمى دقيق القمح المتوسط كيف نقول لكم هذه السميدة اللي نحضر بها الحرشة او البسبوسة نضيف تلك الكاس الاطحين وكذلك الملعقة السكر وملح ونضيف تلك الخميرة ديالي نقوم بفوح الكاس ونضيف لهondeaux cavde уже انا استعملت خميرة الفورية او للخميرة الخبز ثانو امام جينة فاقدي نضوبه بالزن dimension بعض الشكل هذه بالنسبة لكمية الخميرة الفورية انا عملت ملعقة كبيرة كيف مسبق لي وذكر سمعكم ما يعادل 10 جرامات تقريبا وبالنسبة للماء انا غدي نضيف معكم كأس مورا كأس غدي نقول لكم شحل يالكيسان غدي نستعمل بالكأس و بالميلي لتر يعني بالنسبة الاخوات اللي كيبغيوا العبارات بالميلي لتر و بالجرامات انا غدي نقلوهم لكم هنا يا و كذلك غدي نخليهم كيف ماء سبق لي قول لكم في صندوق الوصف غدي نخلط هاد النواشف مع بعض غدي نضيف الكأس الاول ما كنعمرش الكأس مملوء جيدا لان كيف ما كنذكر معكم هاد الكأس هدا عندي كيوزن شوي اكثر من الكأس ديال العنبة فانا كنعملكم قياس ديال الكأس ديال العنبة فكل كأس ديال العنبة كيوزن 180 ميلي لتر فانا كنعبر الكأس ديالي كنعبر فيه 180 ميلي لتر و كنضيفوه قدامكم هدا كان الكأس التاني و بالنسبة الماء فانا استعملت الماء اللي هو دافئ اللي انسيت ما اتكرتها شي معاكم و غدي نضيف ديال الخميرة اللي كنتو وبتمع الماء كيف ما شاهدتو معايا غدي نضيف الكأس الثالث كيف ما قلت لكم فانا كن عبرو عاد كان يعني عاد كان نكبوه كيف ما قلت لكم فكل كأس كيوزن 180 ميلي لتر ديال الماء هدا كان الكأس الثالث فانا غدي نضيف ده بالكأس الرابع كمية ديال الماء Policam Déu TheƏ واحد نصيحة اللي غدي نشارك معاكم و اللي هي حتهي عند دور فنجاح البغرير هي كمية ديال الماء كين بذآه كيب بزيف ديال الاخوات كيعملوا كمية ديال الماء نقصة شوية هنا ناضيفت الكأس الرابع فانا في المجموع استعملت ابع ديال لكسان واه وزن ديال كز ديال لعنبا From The 솔직히 كل كأس يزلي 180 ميلي لتر يعني في المجموعة استعملت 720 ميلي لتر الماء كيفما سبق لي وقود لكم في كمية الماء نقصة شوية من اللي كي يعملوا الكيمية دي الماء في الول كي يبال لهم الخليط بأنه خفيف وصفي كي يتوقفوا يعني كي يقولوا صفي الخليط ديال بغرير هو هادك وكينسوا بأن نحنا مستعملين السميدة يعني دقيق القمح الصلب والسميدة ضغيين كتشرب السوائل يعني على ما غادي نطحنوها كيف ما غادي نعمل اليه أنا انا علي الفرغية الخليط ديالي في كأس ديال الال الكهربائيه باش غادي انطحنوها جيدا على ما غادي نطحن الخالد ديالي وغادي نرجعه فالإناء ديالي هاد الخليط ديال بغرير اول هذا البغرير هذا م Jeremiah مكي اخمر شي فمباشرة غادي انحضروها او غادي نطايبوها فغير على ما غادي نطحنوه غادي نرجعه في الاناء دياله فهو قوام دياله كي يرجعه هادك يعني هما في الول يعملوا الكيمياء ديال الماء نقص شوية و يجي الخليط ديال البغرير اثقل شوية وحتى هاد السبب لي يخلي البغرير مكينجح لكم شوي اني لكى القوام ديال الخليط ديال البغرير اثقل فالبغرير ما غينجح لكم شوي لان هذا الخليط او هذا العجينة ديال البغرير من اللي كن عملوها في المقلة وكتكون قصحة فهي يعني صعيب باش تتقب تجيب صعيبه بي تعملكم الفقاعات كامل في البغريره كامله اتمنى يا ربي تكونوا فهمتوني هنا بعد ما اطحنت الخليط ديالي جيدا تقريبا وحدوش ديالتقايق فرغته في الإناء يلوضف له ديالنصف كيس ديالخميرة ديالحلويات كيف مشاهدته معيه فانا الخميرة ديالحلويات كنضيفه حتى كنتحل الخليط ديالي غادي نخلط جيدا حتى ما يبقوش ديالك الكويرات ديالخميرة غاك نضيفه الخميرة ديالحلويات كيتفاعل الخليط كيف مشاهدته معيه فكيعمل في حر رغوة يعني كيتفاعل حلي كيرجع في حليواء خمر وحنا ما غادي نخليها ليرتح ليختامر مباشرة غادي نخلط هاد الخليط هادا وغادي ندوس باش نطيبه وغادي نقدم لكم الخطوة اللي هي جيد جيد مهمة وكنظن انا عنده اكثر من 80% ديالنجاح ديال البغرير هدا هو الخليط ديال البغرير اللي كان حصله عليه فهانتو ما كتشاهدو معايا كي كل القوام دياله بحال هاد الشكل هدا يعني هدا هو القوام المناسب لنجاح البغرير انتو ما تبعوغي المقادير اللي كان عطيكم انا مضبوطين انا غادي نخلي لكم المقادير صندوق الوصف هيدا مش ما تتلفوشي اخديت المقلط ديالي العادية ماشي شي مقلطة يعني سبيسيال او شي مقلطة غالية المقلطة عادية عملت على النار حتى تسخنت جيدا بالنسبة النار هادي نصيحة تانية يعني العافية او للبوتا خصتها تكون متوسطة ما خصتها تكون مهيلة كان عمل المقلط ديالي على النار وكان خليها تسخن مزيان من بعد قبل ما نعمل فيها بغريرة غادي نفزك للظهر دياله بالماء يعني مشي كنبردة مرة فقط كنفز قبل ما وكان نرجع نعمل على على النار او لعفق البوتا وكان عمل الكيمياء ديال الخليط ديال بغرير وهانتو ما غادي تشاهدوا معايا اول وحدة كتنجح تناخر وحدة يعني ما كتضيعوا فتشي وحدة غي تتبعوا هذه الخطوات وهذه هي الخطوة اللي هي جيد جيد مهمة المقلط ديالكم فيما تطيبوا فيها شي وحدة كتاخدوا المقلط ديالكم وكتفزقوا للظهر دياله مشي كتبردوا المقلط فقط غي تدوزوها يعني تحت الروبين او لتحت غريفو يعني كتدوزوها هي خفيفة تحت الماء وكترجع تعملوها على النار وكتعملوا كمية ديال بغرير ديالكم اللي حسنتو ما شكي يعجبوكم غلاطين او لرقاقين النار خصة تكون متوسطة ما تكون شي مهيلة اذا كانت عندكم النار مهيلة مرة فالبغرير ديالكم ما غا تنجحشي غا تبقى هيدك يعني مدة طويلة وما غا تتقب شي كاملة كنرجع في مكان طيب شي وحدة هانتو ما كتشاهدوا معايا كمبرد ما شي كمبرد فقط كمدوز القاعد دي المقلاد ديالي تحت الماء وكان رجعا من فوق النار بعد عاو غا تنكمل بنفس الطريقة فيما كان حييت شي وحدة كان رجع نعمل القاعد ديال المقلاد ديالي تحت الماء وكان رجعا فوق بوطاء او لفوق النار فانتو ما كتشاهدوا معايا البغرير كي يجي ما شاء الله في حشه ده كامل متقب يعني كي يجي كامل متقب وديك تقوب من الاسفل كي يكونوا ستيتوين ومن الفوق كي يكونوا تقوب لهم اكبار شوية كنظن الصورة هنا يا عندكم واضحة سفي في مكان نشوف شي وحدة يعني ساكت نشوف ما كي يبقاش في هذيك العجين من فوق دياله فكيف ما كتشاهدوا معايا سفي هنا نشفت تماما من ديك العجين انا وخاكت نشف من ديك العجينة ما كنحيداشي كنخليها شوية باش كتتتحمر ملقاع ديالي لانك يعجبوني بغرير ملقاع يكونوا محمرين بزاف وانتو ما كيبقال حسب الضوء ديالكم كل واحد يعني لابغيتهم يبقوا بوط ملقاع ديالهم ففقط غير نشفو من ديك العجين غادي تحيدوهم وتعملوهم فوح المنديل كيف ما قلت لكم لي كيكون مقيو وما كتغطيوشي البغرير كتخليوهم عري كيف ما غادي نوريكم من بعد انا غادي نوريكم كان نزلمو نخليهم هيداك حتى كي يبردو على خطر معد كنعملوهم فطبق ديال التقديم صفي كانت هذي اخر وحدة اللي غادي نطيب غادي نحيدو غادي نعملوه فوق واحد المنديل بحالة الشكل هادا غادي نخليه بغرير حتى يبرد تماما عاد غادي نعملوه فطبق ديال التقديم صراحة انا هاد الوصفة هدي ديال البغرير كنت شاركتها معكم فوح الفيديو بزاف ديالاخوات اه يعني جربو او لطبقو الوصفة ونجحت لهم جميع تقريبا جميع الاخوات اللي جربو هاد الوصفة نجحت لهم ولكن بزاف ديالاخوات ما شافوشي الفيديو فاضطريت او لبغيت نعودو معاكم هيدا باش يستفد الكل ها هو البغرير ديالين بعد ما برد غادي نعملوه فطبق ديال التقديم هنتو مكاد شاهدوا معايا كيفاش كيجيو كيجيو في حال الشهد اه خفافين وارططبين بزاف ومتقبين كاملين كيفما غادي تشوفوا معايا يعني ملي كان هز شي وحدا كيبالي اليد ديالي فكتجي كاملا هانتو ما كتشاهدوا معايا فكنتمنى تجربوا واه وتشاركني التطبيقات ديالكم عبر الانستغرام ديالي اللي غادي طلع لكم حالا على الشاشة وغادي نخليه لكم كذلك في صندوق الوصف بزاف ديالاخوات كيسولوني على الفيسبوك ديالي والانستغرام ديالي وما كيعرفوشي اه ما كيعرفوشي فهو غادي طلع لكم كيفما قلت لكم على الشاشة وكذلك غادي نخليه لكم في صندوق الوصف صفي الفيديو ديالي حتى اللي هنا يا وغادي يكون تهلا نتمنى يا ربي الوصفة دياليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم ونالت الاستحسان ديالكم اذا عجبتكم ما تنسوني شي كيفما العذاب للايكات ديالكم والتعاليق الجميلة اللي كتركوا لي نضربكم معايا حتى الفيديو لما جاء ان شاء الله تعالوا لي فرصكم وبسلام